يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله أما بعد إخوة الإيمان اتقوا الله الكبير المتعال ينعم عليكم بالعيون والظلال قال المولى ذو الجلال إن المتقين في ظلال وعيون أيها الناس آية من آيات الله ودليل من دلائل قدرته يعظم قيمته مع اشتداد حذ الصيف ولهي به ولفاحه ألا وهي نعمة الظل فهل تفكرنا يوما في هذه المنة الربانية والنعمة الإلهية قال تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا أيها المسلمون الظل مستسلم منقاد لحكم الله ساجد له دوما وأبدا قال المولى سبحانه أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون خلقه الله لخدمتنا وسخره لنا قال الحق جل وعلا والله جعل لكم مما خلق ظلاله وظلل الله بني إسرائيل بالسحاب الأبيض الرقيق لمدة أربعين سنة وهم في التيه بين مصر والشام فذكرهم بهذه النعمة قائلا وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى ولأهميته ذكر الله نعمة الظل في قصة موسى فقال سبحانه فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقيذ ولا يعرف قدر نعمة الظل إلا من حرمها قال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات أخي الكريم الجنة رخاء ناعم ظل دافئ في غير حر ندي في غير برد قال المولى سبحانه إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهونهم وأزواجهم في ظلال في ظلال على الأرائك متكئون فأصحابها ينعمون بالظلال اللطيفة المريحة قال الحق جل وعلا وندخلهم ظلا ظللا ظل الجنة دائم لا يزل قال سبحانه أقولها دائم وظلها وهو ممتد لا نهاية له قال تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها متفق عليه وأي راحة ونعمة أعظم من نعيم أهل الجنة إذا دنت منهم الظلال والقطوف قال الحق جل وعلا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا إخوة العقيدة الظل جند من جنود الله فكما أنه للصالحين نعمة فقد يكون للمجرمين نقمة فلما استثقل بن إسرائيل أحكام التوراة ورفضوه رفع الله جبل الطور فوق رؤوسهم فصار كالظل قال المولى سبحانه وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظله وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وأصحاب الأيكة لما كذبوا رسولهم أظلتهم سحابة فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا قال الحق جل وعلا فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم معشر الموحدين وأما أهل النار فظلهم من دخان شديد السواد قال سبحانه وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم النار يظلهم فهو غطاؤهم وفراشهم قال الحق جل وعلا لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون النار سوداء مظلمة لهبها وجمرها وشررها وظلها يقال لأهلها انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة واستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان أما بعد أمة الإسلام أرض الموقف لا ظل فيه ولا شجر ولا بيت فيه ولا سقف وتدن الشمس يومئذ من الخلق حتى تكون منهم قدر ميل فيلجم العرق الناس الجام ويظل الله يومها بعضا من عباده فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحاب في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل رواه مسلم جعلني الله وإياكم ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله اللهم صل وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه النجبا وعن معهم برحمتك يا خير من تجاوز وعفا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اشتركوا في القناة